اذا وتواصل مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي جرعات التطعيم المضادة لفيروس كورونا حيث بلغ مجموع من حصل على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون و211 ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون و190 ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 919 ألف شخص ترجمة نانسي قنقر